مارس الكولار كان واجه هذه المشكلة من موسم الماضي ورغم كده الاهلي كان افضل فريق هجوميا سواء في الدوري او حتى كتاني افضل الفرق هجوميا في الدورة ابتالى افريقيا بعد سان داونز رغم انه كان عنده نفس المشكلة مشكلة المهاجم بس الاهلي كان بيعوض ده بايه؟ بصناعة عدد كبير من الفرص يعني ايه؟ يعني الاهلي بيخلص المباراة من 15 ل 20 محاولة على المرمى 15 ل 20 كان ممكن الاهلي يسجل منهم واحدة او اتنين او تلاتة ودي نسبة قليلة جدا بعدد الفرص دي نسبة قليلة بس مش مشكلة انا هخلي فريق انا متكلم على المارس الكولار هخلي فريق يصنع فرص كتيرة عشان لو بيضايع كتير في واحدة ايه؟ تخش الشبكة الموسم ده فرص الاهلي قلت فانت حسيت بالازمة الهجومية اكتر من الموسم الماضي كمان لنصناعة الفرص بقيت قليلة طب ده يرجع ليه؟ ده يرجع لتغيير كبير في كل المباراة في التشكيلة الاساسية ييجي مارس الكولار لما تيجي تسأله هيقولك ما انا بلعب كل تلات ايام ماتش فعندي مجهود بدني كبير جدا وضغط كبير جدا في المباراة وده اللي مخليني غير كتير غير واحد غير اتنين غير تلاتة بالكتير يعني بس فيه مباراة بيغير بستة والسبعة لعيبة كتير قوي طيب واحد زي يا كريم الدبيس النهاردة كان قد عدك وراجل ده لسه صغير في السن لسه شاب يعني عشرين سنة وعلي معلول عنده اصابة وبنقول دايما احنا عايزين نشوف بديل لعلي معلول الاهل يبحث دائما عن بديل لعلي معلول وكريم الدبيس واضح جدا انه مبشر مش بقول انه هو عظيم بس مبشر ففرصة ياخد كل المباراة اللي غير فيها علي معلول فالنهاردة يبدأ خال عبدالفتاح ناحية الشمال وكريم الدبيس عدكة طب ليه بيرتاح كريم الدبيس ليه طيب واحد من مكاسب النادي الاهل اللي فات المباراة اللي فاتت مع كريم الدبيس بالمناسبة كان احمد نبيل كوكا يديله شوية ورا بعض يعني سبت اقدامه بعد كده خليه بدل هو مروان زي ما انت بتعمل طبعا واشهدنا كتير بيروتشا اللي كان بيعمله مرسل كلها للموسم اللي فات انه كان اللعبة كلها بتلعب والاهل كان مضووط خد بالك السنة اللي فاتت الاهل كان مضووط جدا 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 في المباراة وتحديدا مع نهاية الموسم جدا ورغم كده الاهل حق كل شيء وكنا ساعتها بنقول ايه انا شخصيا كنت بقول ايه يا سلام على مرسل كل بيعمل روتشا حلو جدا بيعمل تدوير كواس قوي الراجل ما بيطلعش كله شوية يقولك احنا عندنا ضغوط في المباراة عشان فعلا عامل روتشا فانت مش حاسن الاهل مجهد بدنيا الاهل الموسم اللي فات نهاية الموسم اللي فات اللي هو لسه من كم شهر يعني قريب جدا في شهر 6 في مباراة الوداد المغرب اللي هناك اللي هي مباراة العودة مباراة النهاية الافريقي تفوق وفاز بهذه المباراة لانه كان الافضل بدنيا بمراحل عن فريق الوداد قبل الفنية رغم انه كان نهاية الموسم اللعبة خلصت فنشت بقى كل 3 ايام يعني بص خلص انا بس حتى الروتشن بيتعامل بشكل فيه زكاء وده كان بيعملوا مرسل كلها دي اللي بيحصل للموسم ده انا ما عرفش انا ما عرفش تغييرات كتيره اوي اوي زيادة عن اللازم النهاردة تشكيلها يعني المباراة اللي فاتت فيه 3 بلعاوة في نص الملعب مباراة العطية وقاليو ديانج وامام عشور التلاتة التلاتة ما كانوش موجونين النهاردة في نص ملعب النادي العلي في مباراة الجونة بقى فيه كريم ندفد وبقى فيه امام عشور او عفوا كريم ندفد وهاليو ديانج ومحمد مجدي افش بتتكلم تلاتة مختلفين تماما تماما عفوا كريم ندفد واحمد نبي الكوكا ومحمد مجدي افش انا بقى بتلغبط انا في التغييرات الكتير اقاودي فكتير تغييرات كتير شوفة حتى واحنا منتكلم منتلغبط ليه ما نفعش تغير فرقة كلها كده كلها وتلاقيها عفتاح بها هوا ناحد الشمال بدل كريم الدبيس وتلاقي رامي ربيع خش مكان محمد عبد المنعم وتلاقي حسين الشحات وطهر محمد طهر مع مودست في المهاجم مش بير ستاو طب ليه اللغبطة طول الوقت فيه لغبطة في التشكيل طول الوقت دي بتضر بمارس الكرة وبتضر بالأهل بي